ولكن زي ما قلت لحضراتكم عايزة لجعل نقطة في منطقة الأهمية بالنظر لتاريخ الجيلدة تحديدا اللعيبة الفرقة اللي هتلعب يوم الجمعة اللي جاي في مواجهات الدور قبل النهائي وكلامنا كله النهاردة على الدور قبل النهائي عايزة أقول لحضرتك أنه الأهلي على مدار 8 مباريات تلعبت في نسخ سبقة ومباراة تلعبت في النسخة الحالية يعني إجمالي 9 مباريات في الدور قبل النهائي لأقوى وطولة في إفريقيا لم يتعرض لخسارة واحدة الأهلي لعى التسع مطشاط في الدور قبل النهائي تمانية زهابا وإيابا ومباراة إيابا اللي هي أمام مازينبي اللي تلعبت يوم السبت اللي فات في التسع مطشاط دول الأهلي ما تغلبش ولا مرة بالعكس كاتليل أفضلية دايما وحقق أكبر عدد من مطشاط الفوز وفكركم بالبداية بالنجمة التسعة نسخة 2020 اللي الأهلي قابل فيها في بداية تولي مسماني للمسئولية واللي كان بيتعرض في البداية هو الحقيقة طول مشوار مسماني وبتعرض لنقد جديد لكن في ظل الظروف صعبة جدا وبعد رحيل فيلر تولى مسماني المسئولية وكان الأهلي داخل على موقعة الوداد المغربي مباراة الزهاب كانت في المغرب مباراة الإياب كانت عندنا هنا في القاهرة وتمكن الأهلي من الفوز بالمباراتين 2-0 في المغرب ورجع كرى الفوز على الوداد هنا في القاهرة 3-1 ده نسخة 2020 نسخة 2021 وتحت قيادة مسماني أيضا فاز الأهلي على التراجي 3-0 و1-0 يعني الأربع لقاءات في النسختين دول حقق الأهلي فيهم الفوز خارج الأرض ودخل وعلى أرض نسخة 2022 الأهلي فاز على وفاق الصيف الجزائري 4-0 وتعدل معه 2-2 الغدل الوقت 6 لقاءات 5 مكسب 1 تعادل نسخة 2023 الأخيرة الأهلي فاز فيها في دور قبل النهائي على التراجي التونسي زهابا وإيابا بنتيجة 3-0 وبنتيجة 1-0 وحسن بطاقة التأهلي النهائي والجولة الأولى من مباراة الزهاب فيه قبل نهائي دول الأبطال عمام مازينبي الأهلي نجح فيه العودة من الكونغو بالتعادل السلم يعني 9 مطشوات خضتهم الفرقة دي الجيل ده اللعيبة دي تحت قيادتين فنيتين مختلفتين الأولى كانت لمسلماني ونجح فيها فيه تخطي الدور قبل النهائي بل وتحقيق لقب مرتين متتاليتين مرة قدام الزمالك ومرة قدام كايزر تشيفز وتحت قيادة أيضا مارسل كولر رجح الأهلي فيه على أقل عدم الخسارة خلينا أقول فيه الدور قبل النهائي وبالتالي بص بقى للأرقام دي وبص النتاج دي وشوف كمية التربص والترصد لمارسل كولر في الفترة الأخيرة كأهلاوي ممكن أكون معاك أو ضدك في بعض الأمور الفنائية لكن على مستوى النتاج ما حدش يقدر يختلف الحقيقة أنه فترة أيضا مارسل كولر واحدة من أفضل فترات القيادة الفنائية النادي الأهلي على مستوى الأرقام ونتاج ونتمنى إن شاء الله أنه يقدر يحصل فرصة للعيبة نفسها الحقيقة اللي تقدر تخش من أوسع أبواب التاريخ تكتب تاريخ لم يسبقوا لها أي جيل من أجيال النادي الأهلي بل أقول أي جيل من أي نادي على مستوى قارة إفريقيا فإنك أنت توصل لخامس نهائي في بطولة دوري الأبطال على التوالي كلام كتير هنقرام حضراتكم النهاردة فيما تعلق باللقاء